بنسبة 95% المتفق مع رؤية الأستاذ فراس ولكن الشكل عندي أنه هذا التنظيم لا يعمل يعني بشكل مستقل بمعنى أنه كانت هناك يعني دعنا نسميها مش عارف بالعربي يمكن دمتري ساعدني كان يعني زكاز نوع ديلا يعني هذا هي يعني مطلوبة عملية رهابية مطلوبة من جهات خارجية أعتقد نعم هذا الشي وارد من جهات استخباراتي رهابية يعني من خلال الملابسات التي حدثت خلال الفترة الماضية روسيا كثفت من هجماتها على أوكرانيا في الفترة الأخيرة بشكل غير مسبوق استهدفت منشآت الوقود والطاقة يمكن بشكل لم يحدث منذ بدء الحرب هناك يعني بدأ يعني يدب الخوف لدى بعض الأطراف المرتبطة بنظام رئيس زيلنسكي في أوكرانيا من أن أوكرانيا ربما تتعرض لمرحلة تتعرض يعني لصعوبات عسكرية غير مسبوقة والأمر الذي برهن عليه اجتماع وزراء الدفاع لبعض الدول الحليفة لأوكرانيا والعمل على إنعاش هذا التحالف والحديث عن أنه سيتم تعويض أوكرانيا فيما يتعلق بالأسلحة والذخيرة والمعدات التقدم العسكري الروسي اللي حصل في الفترة الماضية يعني كل هذه الملابسات يعني يجب أن نأخذها بعين الاعتبار ونحن ننظر إلى المشهد بشكل كامل يعني من كل زواياه يعني لماذا استيقظ داعش خرصاني الآن يعني هو في خصومة مع موسكو يعني لا أحد يجادل في هذا الأمر ولكن لماذا استيقظ هذا التنظيم الآن هذا يعني سؤال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر